بكرة ان شاء الله هيكون في مؤتمر صحفي الساعة 2 الضهر هيعقده اتحاد الكرة بواحد من فنادق القاهرة عشان يتقدم فيه بشكل رسمي البرتغالي راي فيتوريا المدير الفني الجديد لمنتخب مصر واللي هيصل النهاردة بإذن الله للقاهرة عشان يبدأ مهمته بشكل رسمي قرينا بعد التصريحات للراجل من ايام انه ابتدى يتابع ونطالب ماتيريا لمنتخب مصر طرب المتشاط اللي كانت اللي كان لعبها منتخب مصر في بطولة كاس العرب وبطولة امم افريقيا وتصفيات كاس العالم حتى المتشاط اللي لعبها المنتخب الوطني تحت قيادة كابتن ايهاب جاليل راجل طالب انه هو يتفرج عليها عشان ياخد فكرة مبدئية عن اللعيبة اللي كانت موجودة في سكواد المنتخب في الفترة الاخيرة العقد بتاعه اربع سنوات مفترض لغاية عشرين ستة وعشرين وبيديله يعني الاحقية في ان هو يستقدم اربع مساعدين اجانب ووفقا للعقد ده هيتقاض روي فيتوريا مبلغ اتنين مليون ربعمية الف دولار في السنة يعني تقريبا تقول 200 الف دولار في الشهر يعني بحزبة بالمصري دلوقتي وصلوا حوالي يعني اربع مليون جنيه تقريبا الا شوية يعني وفي شرط جزائي محطوط في العقد عشان لو في اي طرف من الطرفين سواء تحت الكورة او روي فيتوريا عايز يفسخ التعاقد بتاعه انه يتحمل قيمة 3 اشهر من قيمة التعاقد وما فيش اي بند في التعاقد بيدي الاتحاد الكورة انه مثلا في حالة فشل روي فيتوريا انه يفوز او يتوج يعني مع منتخب مصر بلقب امم افريقيا انه يتم انهاء التعاقد لانه من الواضح انه اتحاد الكورة عنده رغبة في انه العقد يستمر لغاية نهايته وانه ما يتعاملش مع الراجل بسوب يعني الحساب بالقطع زي ما بيقوله فهو عايز ياخد فرصته كاملة والحقيقة دي حاجة تحترم يعني زي ما بننتقد او زي ما بنقول انه في بعض التخبط في التخطيط او وضع الرؤى لمستقبل الكورة في مصر وانه احنا لو بقنا سنين ما بنتكلمش على انه احنا عايزين نوصل ايه مثلا في اولمبياد باريس او في كاس العالم ايه هدف ايه الخطة هتشتغل ازاي هتبني ازاي خطة طويلة المدى يمكن تكون دي اولى الخطوات ونتمنى انه روي فيتوريا بالتنصيق معه واعتقد بما انه بورتغالي ده هيسهل كتير يعني كورة مصر النهاردة بتتكلم بورتغالي عندنا الناديين الاكتر جمهيرية والناديين اللي بيمثلوا القوام الرئيسي للمنتخب فيهم اتنين مديرين فنين بورتغاليين وبالتالي ده هيسهل شوية على الراجل بننصق معاهم ويتعاون معاهم عشان يوصل للاهداف اللي هو عايزها نتمنى بقى انه اتحادي يحط خطة عمل للرجل طبعا بالتنصيق معه وتبقى لرؤيته عشان نبقى عارفين احنا ماشيين ازاي وراحيين لفين